رعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى توقيع اتفاقية التعاون ما بين الوزارة ومركز تطوير الأعمال والتي تهدف إلى التعاون في الوصول إلى جمعيات خيرية مؤهلة في المناطق النائية في محافظات الجنوب لغايات إنشاء مشاريع انتاجية محلية تساهم في توفير فرص عمل خاصة بالفتيات والشباب عموما الوزيرة بني مصطفى أكدت على الشراكة مع مركز تطوير الأعمال وهي شراكة قائمة ومستمرة مشيرة إلى الجهود التي يبدلها المركز في تأهيل الشباب والفتيات وخلق فرص التشغيل الذاتي في مختلف أنحاء المملكة ونتائجها الملموسة من خلال الزيارات الميدانية النتائج اللي بنشوفها في زياراتنا في كل المحافظات نجد دائما بصمات واضحة لمركز تطوير الأعمال وتحديدا لدى قطاع الجمعيات الخيرية اللي هو واحد من القطاعات المهمة والأساسية بالنسبة لنا وبالإضافة لذلك بنلمس المبادرات الرائعة والمهمة اللي استهدفتوا فيها الشباب والفتيات وتأثيرها الكبير جدا كمان على برنامجنا في تنفيذ خطة رؤية التحديث الاقتصادي ورفع مشاركة المرأة الاقتصادية وهذا نتولى إحنا كلجنة وزارية لتمكين المرأة بصراحة هذه المذكرة يعني إحنا بنتشرف بأنه اليوم بنوقعها مع مركز تطوير الأعمال حتى ليس لنخلق شراكة وإنما لنعزز شراكة قائمة ونعطيها طابع أكثر يعني إن شاء الله انفتاحا وتفاعلا وتحديدا مع مراكز تنمية المجتمع المحلي اللي بنعتبر بأنها نواة رائعة يمكن لمركز تطوير الأعمال أن يضع بصماته الطيبة عليها وزير العامل الأسبق ومؤسس مركز تطوير الأعمال أشد بأهمية الاتفاقية التي تجسد إيمان المركز الراسخ بأهمية دور الشباب في بناء مستقبل الأردن مشددا على أن تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل وتطوير مهاراتهم ومفتاح تحقيق التنمية المستدامة في المملكة اليوم كان اجتماعنا مع معالي وزير التنمية الاجتماعية والأستاذة وفاء بني مصطفى كان الهدف منه كيفية الوصول إلى عدد أكبر من الجمعيات والوصول إلى عدد أكبر من مستفيدين الصندوق المعونة الوطنية أو أيضا الشباب الأردن الموجودين بكافة المحافظات لزيادة الدعم المقدم لهم من قبل مركز تطوير الأعمال اليوم رؤية مركز تطوير الأعمال الهدف الرئيسي منها هي أيضا الاستفادة من المكاتب والمدريات الموجودة التابعة على وزير التنمية الاجتماعية في كافة المحافظات الهدف الرئيسي أنه اليوم كمؤسسة مجتمع مدني إلنا جزء في عملية تنفيذ الرؤية التحديثي الاقتصادي ورؤية جلالة سيدنا في الوصول ودعم الشباب في التشغيل الذاتي وأيضا في دعم الجمعيات أن تكون مراكز تشغيل لخلق فرص عمل للشباب الأردني في كافة المحافظات ويشاره إلى أن الاتفاقية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين الأطراف المعنية لتنفيذ مشاريع اقتصادية محلية مستدامة تستهدف الشباب والفتيات في المناطق النائية